دلوقتي هنقدم لكم طريقة عمل عجنت الطعمية مقادير سهلة وبسيطة نص كيلو فول ما تشوش مقاشر ومنقوع طول الليل خضرة متنوعة كرات و جوزر وبصل و شابت و كزبارة و بقدونس عشر فلسطوم توابل معلقةين كبر ملح شط حسب الرغبة نص معلقة فلفل أصمر معلقةين كزبار مطحونة أربع معلقة سويارة كامون مطحون معلقة كبيرة بكنبودر وبصلة متوسطة الحجم طريقة التحضير بقى سريعا نصف المياه من الفول و نخسله مرة و نفرمه في الكبه لغاية ما يصبح عجين و هنصبه في وعاء بعد غسل و تقضيع الخضرة و البصل هنفرمهم في الكبه مع التوم و باقي التوابل لغاية تمام الفرم هنحط الخريط الصابق على الفول ثم يعد ضربهم معا من جديد لغاية ما يدونه كوموتا جامنس هنتحكم في خشونة و نعمة العجينة حسب رغبتك في الأكل هنحفظها في أكياس في الفريزر قبل ما هنستخدمها هنقليها في زيت غزير و يمكن نحط قليل من الكزبارة على وش العجينة كده أثناء القليل للحصول على مصاق الفلافل الجاهزة و بالهنة و الشفاء أحلى طعمية في أحلى سيوم